اشتركوا في القناة وعلم آدم علمنا اللهم يمفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما مشاهدين الكرام وحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال حديثنا يتواصل عن منزلة الحلم وكضم الغيض عند الغضب وعند الشقاق وعند النزاح تطرقنا في عددنا السابق إلى مقدمة وكلام حول فضل خلق الحلم وكيف كان هذا الحلم خلق اتصف به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتصف به سيدنا إبراهيم واتصف به سيدنا شعيب وغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأسكى التسلم ألا إذا رجعنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد فيها تصريح وتلميح إلى أنها فضيلة هذا الحلم هو فضيلة من فضاء الإسلام وجانب من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد روى الترمذي في جامع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار يوم القيامة سيدنا رسول الله أراد أن يخبر الصحابة على رجل تحرم عليه النار يوم القيامة ما يدخلهاش قالوا بلى يا رسول الله قال تحرم النار يوم القيامة على كل قريب لين سهل كل قريب لين سهل قال شرح الحديث القريب اللين السهل هو الذي يعامل الناس بالحكمة ويعامل الناس بالحسنة ويعامل الناس بالموعظة الحسنة لا بالخشونة ولا بالغلظة ولا بسيء القول هذا بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تحرم عليه النار يوم القيامة زيدنا شوفوا حديث ثاني رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سيدنا أبي هرير رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال يا رسول الله صلوا على رسول الله إن لي قرابة عندي فاميلي عندي قرابة أصيلوهم ويقطعوني أحلموا عليهم ويجهلون علي أحسنوا إليهم ويسئون إلي هذا الرجل جايس أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم أنا نوصلهم وما يقطعوني أحلموا عليهم نكون معهم حالي عاقل ونتعقل ونتبت في الأمور وهم يقابلون ذلك الحلم بحيث يجهلون علي يقابلون الحلم بالجهل وبسيء القول وبالغضة وبالخشونة أحسنوا إليهم ويسئون إلي أنا نحسن لهم بحسن القول وحسن الفعل وهم يسئون إلي يقابلون الإحسان بالإساءة وش قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل لو كان راك كما تقول كأنك تسفهم المل وهذه كناية وطلاب العلم يفهمون هذا السعارة مكنية بمعنى كناية عن شدة العذاب يوم القيامة ما معنى تسفهم المل بمعنى تطعمهم الرمال الساخنة أدخيل الرمل سخون في شدة الحر ترفض هذا الرمل والدخل في فم ذلك الإنسان كيف سوف يكون حاله هذه كناية عن شدة العذاب يوم القيامة هذه القرابة التي توصلهم وما يقطعوك من أسباب القطع من أسباب العذاب تحسن إليهم ويسئون إليك الإساءة من أسباب العذاب تحلم عليهم وهم يجهلون عليك يجهلون عليك هذا الجهل من أسباب العذاب يوم القيامة شفت العقوبة وشفت الجزاء لكن جزاء الحلم وش دير على أن حلمك عليهم وإحسانك لهم ووصلك لهم هذا من أسباب الجنة وهم العكس وشم يديروا القطع الجهل والإساءة من أسباب العذاب في نار جهنم والعياد بالله زيد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل الحلم وكذما الغيض عند النزاع وعند الغضب ما يرويه الإمام أبو داود في سنانه من طريق سيدنا معاذ بن جبر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذما غيضا كذما غيض فضل كذما الغيض وهو قادر أن ينفده معا أنت قدرت كأنك تخلف التار قدرت ترجع العقوبة ترجع الإساءة تنفد الغضب بتاعك من كذما غيضا وهو قادر أن ينفده قادر أنك تنتقم قادر تنتقم واش داروك تتعود الدير أنت قادر تنتقم من كذما غيضا وهو قادر أن ينفده دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة أين فلان ابن فلان قل له الله عز وجل ها أنا ذا يا ربي يخيرك من الحور العين ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذما غيضا وهو قادر أن ينفده دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق علاش حتى يخيره من الحور العين ما شئ بباركاتي قدم الغيض وأنت قادر على أنك تنفذ ذلك الغضب وذلك الغيض اشتو البركة اشتو السر والراه اشتو الخر والراه اشتو ماشي معنتها نسمح محقق معنتها هذا الضعف لا بعض الحيان العفو عند المقدرة هو ماشية من رجال وأخلاق الأبطال بعض الحيان الحلم والعفو هو اللي يرفع المنزلة عند الناس ويرفع لك المنزلة عند الله تبارك وتعالى بدليل حديث والانتقام وتنفيذ العقوبة هو اللي ينزلك من أعين الناس تكبر في عين الناس على أنك سمحت محقك تكبر بعين الناس على أنك كذمت الغيضة تاعك وكذلك تنالوا المنزلة والبركة عند الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يقول وليعفوه ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوه ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني عفوك وصفحك عن الناس تنال به بركات الصفح والعفو من الله تبارك وتعالى كلنا لا نخلو من أخطاء ولا نخلو من ذنوب ولا نخلو من إساءة ولا نخلو من أوزار هذه الأوزار شكونا يغفرها لنا يغفرها لنا الله تبارك وتعالى ما هو ش العبد فأنت عفوك عن الناس ومسامحتك للناس تنال بها البركة وتنال بها الدرجة عند الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان لابد أن يعود نفسه على هذا الحلم أنا قلقين قلق زعفانين قلق غضبين قلق محمر وجنة قلق لكن إذا متى لابد أن نربي أنفسنا على هذه الأخلاق التي تربوا عليها الصحابة وباش تربوا عليها الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بها والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار والنصوص والأخبار على أن هذا الحلم اتصف به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذلك لابد أن نتصف لابد أن نتصف بهذه الأخلاق وبهذه الفضائل لكي ننال المنزل عند الناس وعند الله تبارك وتعالى يجي واحد يقول لك أنا ما لبيش بالنس ما عليش ما لبكش بالنس لكن أنا عايشين مع الناس لابد الناس يقتديوا بك أنت تنال المنزل مع شيء أنت درتها من أجل الناس لا لا خليني من الناس أنت درتها إرضاء لله تبارك وتعالى درتها طاعة لله تبارك وتعالى لكن الناس ربما يشوفوا هذا الأمر اللي درته تكبر في عينهم على أن يقتديوا بك قل لك شوف لن قادر يدير كلش قادر ينتقم لكن سامح مو سامحتك وعفوك روح يقتديوا به الناس فتنالوا البركة والدرجة عند الله تبارك وتعالى ليس معناه لإنسان انتقم معنات على أنه ره صل المنزل أغلب الأحيان عفوك هو اللي لحقك المنزل الرفيع عند الله تبارك وتعالى ما زل الحديث أن يتوصل عن فضل الحلم وكضم الغيض عند النزاع وعند الشقاق وعند الغضب سائل المولى عز وجل يجمنا أخلاقنا وأخلاقكم بخلق الحلم وأن يبعد علينا الغضب بأشكاله وأنواعه وأن يبعدنا عن أسبابه نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة